السلام عليكم بلا شك أن جميع الأشخاص لديها فضول لمعرفة كيف تبدو الأشياء المحيطة بها وربما تتساءل يوميا عن كيف تبدو من الداخل ولكن لا تجد الإجابة المناسبة التي تكشف لها عن تلك الأسرار لهذا في مقطع اليوم سنكشف لكم سبعة أشياء لا تعرف كيف تبدو من الداخل ولكن قبل البدء قم بالضغط على زر لايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع قامت شركة لوفتانس الألمانية بإصدار مقطع يوضح فيه طائرة إيرباس 300 من الداخل فكما ترى هذه هي كراسي المسافرين وفي الأسفل مغزن الشحن فالآن يمكنك أن تتخيل كيف يكون من الصعب إقلاع طائرة بهذا الشكل أعلى مستوى الأرض من منا لا يمتلك كاميرا تصوير سواء كانت في جواله أو كاميرا احترافية حسنا كما تعرف أنها تطورت كثيرا عما كانت في الماضي من الأدوات المهمة داخل الكاميرا تكون العدسة فمهمتها تتمثل في الحصول على صورة نقية بالدقة HD وهنا تشاهد ما بداخلها فإنها تحتوي على عدسات صغيرة عبارة عن قذيفة صغيرة مزودة بنظام آمن عند الضغط عليها تصدر انفجارا قويا خلال أربعة أو خمس ثواني فهذه القنابل اليدوية مزودة بحلقة أمان لتفجيرها فمن خلال سحبة واحدة فقط تصدر هذا الانفجار الهائل وبالطبع لم يستطيع أحدا منكم من قبل فتحكم بلا لهذا سأقدمها لكم رابعا لاندروفر إذا كنت تعتقد أن الأشياء الصغيرة فقط يمكنك قطعها من المنتصف واكتشافها من الداخل فأنت مخطئ تماما فبالرغم من أنه أمرا جنونيا أن نرى سيارة لاندروفر الفاخرة مقسمة إلى نصفين إلا أنه في عام 2014 تم تصنيع لاندروفر ويمكنك مشاهدة ما بداخلها بكل سهولة وكيف يتم تشغيلها بالطبع رائعة ثالثا القفل من الأشياء التي نستخدمها يوميا ولا نعرف كيف تبدو من الداخل فكما ترى عند إدخال المفتاح يتحرك في مكان الأخدود الخاص به حتى يصل إلى نهاية القفل ويتم الفتح بكل سهولة ثانيا كرة البولينغ ربما لا تكون هذه هي الأكثر صدمة في تلك القائمة ولكن بالطبع لا أحد استطاع رؤيتها من الداخل فوظيفتها لا تمتلك سرا كما تبدو ولكنها يجب أن تحتفظ بإتزان قوي لهذا نرى هذا الوزن الثقيل بداخلها للاحتفاظ على توازنها بالإضافة إلى ثقبين للإمساك بها جيدا أولا الأحذية جميعون يستخدموا الأحذية أثناء الخروج من المنزل ولكن ربما تسألت عن كيف تبدو من الداخل حسنا كل ما عليك هو قطع حذائي من المنتصف هكذا حتى تجد ما بداخله الآن شارك في التعليقات بأي من تلك الأشياء قد فاجأتك إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر